مع تصاعد الحراك في بغداد بحثا في تداعيات الاعتداءات الأخيرة على سيادة العراق نتيجة الهجمات على قواعد للتحالف الدولي من جهة والهجوم على مواقع عراقية من جهة أخرى من قبل القوات الأميركية للرد على استهداف قواعدها كان عنوان ترقب الرسالة الأميركية للحكومة العراقية الأكثر تداولا في الشارع العراقي من حيث معرفة تفاصيل الاتفاق الذي أفضى بين بغداد وواشنطن إلى تحديد مصير قوات التحالف الدولي ووجودها على الأرض العراقية وبالمحصلة فإن الإعلان الرسمي الذي أكدت فيه الخارجية نجاح جولات التفاوض بين الحكومتين والتي انطلقت في آب من العام الماضي أتمت الحكومتان خطوة إطلاق اللجنة العسكرية العليا لتقييم تهديد داعش وخطره وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية والذي بثق عنه تحديد جدول زمني محدد وواضح لمدة وجود مستشارية التحالف الدولي في العراق ومباشرة الخفض التدريجي المدروس لمستشاريه على الأرض العراقية وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد داعش الإرهابي والانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف سياسيا واقتصاديا وثقافيا وأمنيا وعسكريا تتسق مع رؤية الحكومة العراقية واشنطن وبغداد اتفقت على دعم أعمال اللجنة العسكرية والحفاظ على مسارها بما يسهم في الحفاظ على استقرار العراق والمنطقة كما أن الاتفاق الذي دعت فيه الحكومة إلى عدم توقف أعمال اللجنة وإلى تجنب العبث باستقرار العراق لتحقيق أهداف خاصة جددت من خلاله بغداد التزامها بسلامة مستشارية التحالف الدولي أثناء مدة التفاوض في كل أرجاء البلاد ومنع التصعيد العسكري اتفاق ترك أصداء إيجابية بحسب خبراء عسكريين وسياسيين بما يصب في مصلحة العراق العليا للنأي به عن إثارة الفوضى التي تؤثر على مصير علاقاته الإقليمية والدولية في آن معا كما يعزز تحقيق نتائجها على الأرض في التفرغ لملاحقة خلايا الإرهاب وحفظ سيادة العراق بمنع أي اختراق لها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة